انحذر أساتذة قانون في تونس من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد هيئة الانتخابات ثلاثة مترشحين تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية مؤخرا واعتبر أساتذة القانون في بيانهم أن قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر ويودي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات على حد قولهم كما دعا هؤلاء الأساتذة إلى الالتزام بقرار المحكمة ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي يأتي ذلك وسط مخاوفة تونسية من أن الهيئة لم تعد حكما محايدا في انتخابات السادس من أكتوبر القادمة وأرحب بضيوفي لمناقشة هذا الموضوع من تونس الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ باسل ترجمان وأيضا من تونس القانوني والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحميد بن مصباح مرحبا بكم أضيفي الكريمين وأبدأ معك أستاذ باسل إلى أي مدى فعلا باتت هذه الانتخابات مهددة بفقدان شرعيتها كما يقول هؤلاء الأستاذة في القانون أهلا وسلم في البداية بيان أستاذة القانون الدستوري باعتقادي تضمن الكثير من المغالطات وأول هذه المغالطات أن كثيرين ممن شاركوا وسأوقعوا على هذا البيان هم أطراف كانوا في منظومة العشرية الخراب السابقة وأولهم السيد عياد بن عاشور بتصوري أن هؤلاء كانوا يحملون تصورا لحالة ديمقراطية الفوضى التي انجرت على تونس كان أمامهم فرصة كبيرة هؤلاء بعد سقوط نظام بن علي لتأسيس ديمقراطية برلمانية حقيقية مارسوا العبث السياسي وهذا ما كانت نتائجه أن سقطت كل هذه المنظومة الحديث اليوم عن خطر على المسار الانتخابي باعتقادي أمر غير دقيق لأننا اليوم لأول مرة نتقدم باتجاه انتخابات لا مجال للمال الفاسد فيها لا مجال للفوضى فيها لا مجال للعبث السياسي الذي شهدناه في كل الانتخابات التي سبقت 25 يوليو 2021 وبالتالي هذا البيان يعني السؤال المهم ما حجم وصدى هذا البيان في الشارع التونسي هذه القضية المهمة باعتقادي أنهم يغردون خارج السرب لأنهم يتحملون مسؤولية كبرى في الكثير مما شهدته تونس من عبث سياسي كان بإمكانها لكن أستاذ باسل هناك انتقاد وحالة من الاحتقان كما تقول التقارير في تونس من هذه الأزمة بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات بالتالي هؤلاء لربما أيضا يصب هذا البيان في ملف أن يزيد من التعبير عن حالة الاحتقان يعني البيان تجاهل عمدا الأخطاء التي سقطت فيها المحكمة الإدارية وأولى هذه الأخطاء هي أن هناك أربع من قضاتها تبوأوا مناصب سياسية فيما قبل 25 يولو مع منظومة حركة النهضة ومع منظومة حكم الباجي قيد السبسي كان من واجبهم أن يقوموا بالتجريح بأنفسهم وعدم المشاركة في التصويت أو الضغط على زملائهم بالتجاهد التصويت هذه هي القضايا اليوم للأسف الشديد أننا نحن اليوم لا نتحدث في مجال قانوني ولكن نتحدث في إطار تصفية حسابات سياسية تقوم على خلفية قانونية لتبرير مواقف هذا طرح جميل أريد أن أستمع إلى ضيفي أيضا من تونس من عندك المحلل السياسي والقانوني أيضا الأستاذ عبد الحميد مرحبا بك مجددا إلى أي مدى تتفق مع ما طرحه الأستاذ باسل هذه القراءة هي قراءة موجودة في الحقيقة ويشاركه ضيفكم الكريم يشاركه فيها الكثير من المحللين ومن المتابعين للشأنين القانوني والسياسي ولكن في المقابل هناك قراءة أخرى تختلف اختلافا جوهريا وتعتبر أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قراءة قانونية حرفية ربما لم يسبق في تاريخ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن خالفت قرارا قضائيا من قبل الجلسة العامة هذه هي المرة الأولى وهو ما يعد سابقة ستكون له انعكاسات كبيرة على المستقبل سواء على المستوى القانوني أو على المستوى السياسي كان بالإمكان تجاوز هذا الإشكال بالنظر إلى أن لا نجاعة ولا أهمية ولا فائدة منه في تقديري لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية والمشهد الانتخابي في تونس القادم كان يمكن أن يكون أسلم وأفضل وأنقى لو لم يكن هذا القرار الذي لا أرى له أساسا قانونيا متينا صحيح أن الهيئة العليا المستقلة استندت إلى نص القانوني ولكن هذه القراءة في نظر غالبية المشتغلين على الشأن القضائي هي قراءة تنزع إلى الحدية التأويلية ولا أعتقد أن هناك حتى إجماع أو ما يمثل الإجماع على تبني هذه القراءة طب إلى أي مدى هذا البيان تحديدا بيان أساتذة القانون والذي شمل على العشرات منهم كما تقول التقارير قد يؤثر فعلا فيما يحدث في تونس من هذه الأزمة دعنا نقول في السباق الانتخابي هذا البيان في الحقيقة إن كانت له أهمية فهو أهمية أخلاقية ذوقية ليس أكثر بالنظر إلى أن من الناحية القانونية الآن القرار أصبح نهائيا ولا رجعت فيه بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا أعتقد أنها ستراجع قرارها ولا يعقل ولا يقبل لا منطقا ولا قانونا أن تراجع قرارها باعتبار أن لا الأجال تسمح ولا الذوق القانوني يسمح ولا طبيعة النصوص القانونية المنظمة تسمح بالتراجع الآن القرار صار نهائيا والمجال مفتوح للجميع لكي يمارسوا حقوقهم من رام أن يطعن فله أن يطعن ومن رام أن يستقرئ أو يؤول أو يعلق على القرار فلاه ذلك الساتذة القانون العامة الذين التحدثوا قرأوا مما رأوه مفيدا وهذا متاح لهم ولكن لا أعتقد أن لهذا البيان ستكون له تأثيرات لا على الصعيد القانوني ولا على الصعيد السياسي طيب أستاذ باسل قبل أن أنتقل إلى حضرتك أنوه بهذه الأخبار العجلة والواردة على شاشتنا اتباعا إذن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يقول الاتفاق على 90% من مقترحات هدنة غزة لكن هناك قضايا لا تزال عالقة وبلينكين يقول يجب على إسرائيل وحماس أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة غزة إذن بلينكين يقول في بيانه الاتفاق على 90% من مقترحات هدنة غزة لكن هناك قضايا ما زالت عالقة أعود إليك أستاذ باسل إلى أي مدى فعلا هذا القرار من هيئة الانتخابات خلاص صار نهائيا ولا رجعت فيه يعني باعتقادي أنه من يوم الاثنين 2 سبتمبر انتهى الجدل حول هذا الموضوع وهناك كان تحميل كبير للمحكمة الإدارية لمسؤولية عدم احترام الإجراءات المتبعة من أجل إبلاغ هيئة الانتخابات بنصوص الأحكام بنص يترك أثرا كتابيا كما أتى في النص القانوني للأحكام التي صدرت بها بتصوري أنه كان هناك محاولة لافتعال أزمة لأن هناك عدد منقضات المحكمة الإدارية ممن لهم سواء أطراف لها علاقة بقضية التآمر وموقوفين على ذمة هذه القضايا أو من كان لهم علاقة بمنظومة الحكم السابقة وهذا خلق جدلا أعتقد أنه ليس قضائيا ولكنه سياسيا لمنح قضائي هذه القضية كان بإمكان المحكمة الإدارية أن تبلغ نصوص الأحكام يوم الجمعة 30 أوغسط الماضي وتنهي الجدل بذلك وتحمل المسؤولية كاملة لهيئة الانتخابات ما قامت به هو الذي خلق الأزمة وباعتقادي أنه كان هناك أطراف تريد أن تدفع بأزمة من أجل أن يكون هناك حالة من التشويش على الانتخابات كان بالإمكان لو كان هناك نية صادقة في العمل بتجاوزها وكان كل شيء بإمكان أن يكون قابل للحلول للأسف الشديد لم يكن هناك رغبة بذلك وبان ذلك واضحا في المراسلة التي قدمها رئيس هيئة الانتخابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر